السنة الثانية على التوالي يغيب طلاب المدارس بالمحافظات الجنوبية عن مقاعد الدراسة في كافة المراحل التعليمية نتيجة استمرار العدوان هناك وتدمير الاحتلال لنحو سبعين مدرسة بشكل كلي وجزئي وتحويل ما تبقى منها إلى مراكز لإيواء النازحين معيقات وتحديات كبيرة تواجه وزارة التربية والتعليم لاستئناف العام الدراسي الجديد في القطاع على ضوء ظروف العدوان القاسية عبر إطلاق منصات إلكترونية واستئناف التعليم للطلبة من الصف الأول حتى الرابع بالإضافة إلى طلبة الثانوية العامة الذين سيتم تقديم المنهاج لهم بشكل مكثف لامتحانهم قبل نهاية العام في حين تعمل الوزارة بالتنصيق مع المؤسسات الدولية على إدخال الكتب المدرسية اللازمة إلى قطاع غزة تمهيدا لبدء عملية التدريس نحن على أعتاب بادي عام دراسي جديد لا زال أكثر من 600 ألف من طلبة التغزة في المدارس محرومين من التحق بمدارسهم يضاف لهم هذا العام 58 ألف طفل كان من المفترض أن يعيشوا غدا فرحة للتحق بالصف الأول بالتالي إحنا الوزارة كانت تقول دائما لدينا خطط سنفعلها مع نهاية العدوان أما وقت طال أمد هذا العدوان لا يمكن لانتظار أكثر التعليم لا ينتظر أعلننا عن رابط خاص سنشرع في تدخلات لطلبة قطاع غزة ممن لازالوا داخل القطاع عبر مدارس افتراضية في المرحل الأولى عبر مراكز الواء عبر خيام يمكن توظيفها لأن التجيل متواصل عبر الرابط وخلال أشهر العدوان الأولى عكفت مؤسسات محلية على إنشاء مدارس خاصة بالمراحل التعليمية الأساسية داخل مخيمات النازحين في مناطق جنوب قطاع غزة من بينها مدرسة الأقصى والتي تعتبر من أولى المدارس إلا أن هذه الخطوة لم تسعف الطلبة في تعويض ما فاتهم من مواد دراسية بسبب عمليات الإخلاء والنزوح المستمرة من قبل جيش الاحتلال لمختلف مناطق جنوب قطاع غزة كانت خطتنا أن توفير وحدات يتم تركيبها مدارس يعني متنقل أو مدارس يتم تركيبها الآن وقد طال عمد العدوان سنلجأ لخيار الخيمة الخيمة التي لم تغادر الذاكرة الفلسطينية منذ بدء ما ساتنا تعود لتحضر من جديد في مراكز اللواء في أي مكان يمكن نشاهد بعض المبادرات في المدارس لكن نريد أيضا التواصل مع هذه المبادرات ضياع العام الدراسي في القطاع للسنة الثانية على التوالي في ظل استمرار العدوان الغاشم وتدميره للمدارس والجامعات والمعاهد إضافة إلى قتل تسعة آلاف طالب لم تتجاوز أعمارهم الثمانية عشر منذ بداية العدوان يعكس سياسة الاحتلال التي يسعى من ورائها إلى تكريس سياسة التجهيل للجيل الناشئ فحتى لو وضعت الحرب أوزارها وأثقالها فإن إعادة بناء المؤسسات التعليمية التي أتى عليها العدوان وأضحت أثرا بعد عين تحتاج إلى إمكانيات ضخمة وهنا أسئلة جمة تطرح في أذهان أولياء الأمور عن مستقبل أبنائهم القاتم الذين فقدوا حقهم في التعلم والجلوس على مقاعد الدراسة كغيرهم من أطفال العالم خلدم طاوع تلفزيون فلسطين